كما تعلمون تزدحم المنطقة بالأحداث مؤتمرات جيوش أساطيل مشاريع تتعلق بفلسطين والقدس تزدحم المنطقة بمكة ثلاث مؤتمرات مؤتمر قمة عربية مؤتمر قمة خليجية مؤتمر قمة إسلامية يوم القدس اليوم المفترض هذه المؤتمرات تكون على رأسها موضوع القدس خاصة وأن القدس تعرضت لعدوان قبل فترة حينما أعلن ترامب أنها عاصمة اليهود العالم العربي والإسلامي كما نرى المؤتمرات في مكة مخصصة للصراع ما بين المسلمين في مشاكل مصطنعة أنا أقف عند كلمة مصطنعة مشاكل مفبركة بين المسلمين ودولهم لو أن هؤلاء الحكام كان لديهم ذرة من ضمير أو من إيمان أو من تقوى ما أعتقد أن هذه المشكلات القائمة تبقى قائمة حد أدنى من تقوى الله كانت تنحل بسهولة وبساطة مثلاً لنسأل ما هي المشكلة ما بين دول الخليج السعودية وإيران ما هي المشكلة العصية اللي فعلاً حقيقةً لا يستطيع هذان الطرفان أن يعالجها بالعكس كل المشاكل القائمة بينهما هي مشاكل نبعت من تطور الصراع يعني مثلاً مشكلة اليمن مشكلة اليمن هي نتيجة للخلاف وليست سبب للخلاف لأنه كان الخلاف قبل مشكلة اليمن ففي أثناء الصراع فيما بينهما امتدت المشكلة إلى اليمن فلا حكام إيران لديهم ما يبرر هذا الخلاف ولا حكام الخليج لديهم ما يبرر هذا الخلاف بدليل أن إيران قبل أيام أعلنت دعوتها للصلح والتفاهم والتعاون يعني معناته أنه ما في مشكلة هذه المشكلة مختلقة طبعاً مختلقة كيف من له علاقة بهذا الاختلاق لمن؟ لمصلحة من؟ هذا الموضوع كلنا يعرف أن هناك مايسترو بالعالم أمريكا هي تنظم كل الخلافات وهي تستثمر هذه الخلافات تفرض عليك وعليه أن تختلفها لتستثمر هي هذا الخلاف وهكا لا أعتقد أحد من المسلمين يجهل لا أعتقد لكن يحاول الحكم أن يضر الرماد في عيون الناس لكن اليوم الأمور اختلفت كثيراً كان يجب على هؤلاء الحكام أن ينح كل الخلافات ويوحد صفوفهم أمام محنة الأمة في المنطقة والنزاعات والدماء التي تسيل والقدس المغتصبة وفلسطين المظلومة والمحتلة لكن للأسف ليس كذلك وصل الأمر ببعضهم إلى درجة يعلن التحالف مع المحتلة القدس التحالف مع أحقر حاكم في العالم هو ترامب دون أن يفكر بإجابة مقنعة حتى لشعبه أنه إذا سأل الناس لما فعلت هذا هو لا يرى أنه مضطر للإجابة ليس مضطر للإجابة أبداً أذكر ليست هذه أول حادثة هناك حوادث مشابهة عملياً نحن اليوم عملياً نحن اليوم ليس ترامب اللي عم يعطي القدس لليهود لا هذه الأنظمة هذه الأنظمة اللي دمروا الإنسان في مناطقنا لدمروا مؤسساتنا اللي هلكوا الشعب لهلكوا بعباد هم من يتحمل كامل المسؤولية فيما آلت إليه فلسطين والقدس وغيرها بالضبط هكذا أنا لا أتجنى على أحد منهم لا أتجنى أذكر لك مثال بسيط لنفطرد نحن أقوياء كان ترامب يحسب ميت حساب الكل يعرف أن نسبة عالية جداً من البترول في العالم هي من منطقة الخليج وفعلاً لو أن دول المطلة على الخليج يعني إيران العراق الكويت إمارات والسعودية قطر وعمان شكلوا موقفاً واحداً موقفاً واحداً من أي موضوع من الموضوعات حتى موضوع فلسطين والقدس العالم كل العالم هو مضطر أن يستمع لهم وأن يأخذ موقفهم بعين الاعتبار اليوم هؤلاء طبعاً بطريقة حكيمة لو فرضنا أعلنوا أنه إما أن يسحب ترامب اعترافه بالقدس عاصمة للصهاينة وإما أن نغلق أبواب البترول عندنا مثلاً ترامب غداً يعلن سحب اعترافه بالقدس عاصمة للصهاين غداً ليس بعد غد إذن هم يتحملون المسؤولين أكثر من هذا هم يقدمون ثروات المسلمين هذه ليست ثروتهم هؤلاء مغتصبين هاي ثروة المسلمين يقدمون ثروات المسلمين للأعداء بالبلاش أنا طبعاً لا أحمل طرف دون طرف الكل شركاء الكل شركاء هذه الأنظمة كلها شريكة هم من سلموا القدس لليهود طبعاً نحن نعرف بأنه في مؤتمر بالمنامة في المؤتمر في المنامة في مؤتمر بعد ثلاثة أسابيع تقريباً مؤتمر اقتصادي هذا المؤتمر دوره أن الدول النفطية العربية الدول النفطية العربية تدفع فلوس للفلسطينيين لحتى يتخلوا عن فلسطين وعن القدس هذا يعني من مالنا حتى نتخلى عن كرامتنا وديننا وقدسنا من مالنا هذا بعد ثلاثة أسابيع المفترض أن يكون وصل الأمر إلى هذا المستوى وتعرض مصر أرض ليسكم بعض الفلسطينيين لأنه بلا فلسطين منسكمكم بقطعة من سيناء هذا كله بذكرني بحادثة وقعت قديماً أنتم تعرفون أن القدس كانت محتلة والكثير من الساحل الساحل السوري واللبناني والفلسطيني محتلة من قبل الصليبيين إلى أن جاء صلاح الدين وحرر جزء مهم من هذا الساحل ومن جملة الأكبر إنجاز كان له هو تحرير القدس سنة الـ 581 صلاح الدين حرر القدس سنت الـ 618 عم بحكي أنا هجري قمري الـ 618 بني أيوب بني أيوب يعني ورثت صلاح الدين ورثت صلاح الدين صلاح الدين كان عنده دولة واحدة من شمال إفريقيا ماصر وفلسطين وسوريا والأردن ولبنان وأجزاء من العراق كان عنده دولة كبيرة هذه الدولة تقاسمها أبناءه صارت هنا دولة وهناك دولة ودخلوا في صراعات فيما بينهم مثل هؤلاء اليوم دخلوا في صراعات فيما بينهم وصار كل واحد من هؤلاء يفتش عن حلفاء يدعموه في مواجهة ابن عمه أو أخيه أهم الحلفاء في المنطقة كانوا من محل أنظار الصليبيين كانوا لا زالوا موجودين في المنطقة فكانوا كل منهم يحاول أن يستنصر ويتحالف مع الصليبيين على قريبه قريبه بال 618 جاءت حملة صليبية وغزت مصر واحتلت ضمياط بني أيوب الحكام الملك الكامل اللي كان حاكم مصر و وموسى وعيسى عيسى حاكم الشام تداولوا أمرهم فعرضوا انتبه لي عرضوا على الأمبراطور أمبراطور الروم رومان فردريك عرضوا عليه أن يعطوه القدس ليوقف حملته عليهم رفض وسعوا العطايا العطايا حتى وصلوا عرضوا عليه صيدة واللادئية وبنياس و عسقلان وطبارية وطبارية كمان رفض وطالب أيضا بالشوبك والكرك شوبك وكرك بصيروا يقطعوا يقطعوا المنطقة الأسيوية عن المنطقة الأفريقية يعني عن مصر هذا بالسنة الثمانتعش ستمية وثمانتعش بالستمية وتسعة وعشرين تم التفاوض ما بين ملك الكامل والأمبراطور الروماني على تسليمه القدس في مقام تحالفات هم مختلفين بين بعضهم عم يعطوا بلاد طويلة عريضة للأعداء لأنهم مختلفين بين بعضهم ولاد عم رايب انسى إسلام ومسلمين وقرآن وعزة الدين لهذه الدرجة بيافة باتمنتعش أدار الفمتين وتسعة وعشرين وقعوا الاتفاق وتسليم القدس ودخل فردريك على القدس وتوج هناك بالقدس لكن كانت مصيبة كبيرة على العالم الإسلامي يحدث المؤرخون أنه كان بكاء وعويل وحزن عام خاصة في القدس وفي قرآها إلى أن جاء الناس والمؤذنون أذنوا على أبواب مخيم الملك الكامل في غير وقت الأذان وكانت أيام حزينة جدا مؤلمة جدا وترت العالم الإسلامي ما صدقوا هذه هذه القدس التي دفعنا في سبيل استرجاعها مئات آلاف أنا أقول مئات آلاف ولربما كان الملايين حتى استرجعناها تعطيها هدية لأنك مختلف مع قريبك مع ابن عمك أو مع أخوك طبعا وسلمت القدس لل للصالبيين وبقي الصالبيون فيها لسنت الستمائة واربعين يعني حوالي احد عشر عام حتى أخرجوا بالقوة هذه القصة ذاك اليوم يشابه هذا اليوم أنا وأنت ربما لا نعلم ما يجري تحت الطاولة ما بين الحكام وكوشنر الذي يجوب في المنطقة لكن ربما تكشف كل الأوراق ربما تكشف كل الأسرار لاحقا ويقرأ الناس المواثق وكيف هؤلاء الحكام يقدمون القدس وغير القدس يقدمون أعراضهم ويقدمون بلادهم هم قدموا ليس لنا ليس لنا في هذه الدنيا سلطان على أي مكان حقيقة مر أنا لا أعتقد أن أحد من المسلمين يجهل أن مصيبتنا الحقيقية في هؤلاء الحكام وأن كل الشروط متوفرة كل الشروط متوفرة أن نخرج مما نحن فيه كل الشروط متوفرة أن نظهر بأننا أقوياء وأننا قادرين على حماية أنفسنا وعلى حماية مقدراتنا وعلى قدرتنا على الدفاع عن قدسنا لكن البلاء في هؤلاء الحكام اللي ما شايف من الدنيا إلا نفسه يعني مثلا بتلاحظ شخص مثلا تسأله ما هي مبررات أنك تدمر شعبك وتقتل أهلك ليس ليده مبرر إلا أنه هو يريد أن يبقى في السلطة إذا لم يفعل هكذا هو لا يبقى في السلطة أنا شخص أريد أن أبقى في السلطة ولو قتل كل شعبي ولو دمرت كل بلادي مهم أن أبقى في السلطة حتى ولو كانت سلطة زائفة تافهة لا قيمة لها ولا وجود يعني مثلا إذا قلنا مثلا الحاكم في سوريا دمر سوريا كلها ما هي مبررات هذا التدمير لما لم تفتح بابك لشعبك وتتفاهم معه على مستقبل بلد يعيش بكرامته ما في جواب إلا أنه هذا الشعب يريد أن يأخذ السلطة مني وأنا أريد أن أحطفي فيها بمصر المشكلة نفس المشكلة بالسعودية المشكلة نفس المشكلة بإيران المشكلة نفس المشكلة السلطة لي أنا أعبد نفسي تموت الناس تعيش الناس المهم أن أبقى حاكم ولهذا تباع القدس بالبلاش المهم أن أبقى حاكم اليوم في مؤتمرات يوم القدس العالمي اليوم في مؤتمرات بمكة أطهر مكان في العالم مجمع قلوب كل المؤمنين في العالم ولا حديث عن القدس ولا كلمة عن القدس كلمة عابرة نحن مع مقررات تونس مثلا شي هي مقررات تونس خلص حكينا بس عمليا على الأرض أنت شو عم تعمل ولا شيء هذه المؤتمرات الحقيقة هي لخدمة مش لمواجهة إيران لا لا ما علي شيء خلنا نحكي عربي هؤلاء إذو اجتمعوا ونزلوا كلام طويل عريض وكل واحد رح على بلده شتموا ورحوا إلى بلاده ماذا ستنتفع السعودية من هذه المؤتمرات ولا شيء مظاهرة بلا معنى بلا قيمة بلا قيمة كم مؤتمر عقد خلال هذه الفترة الماضية عشر خمسة عشر عشر سنة ماذا أنتجت هذه المؤتمرات والقمام ووى وإلى النهاية والبيانات والتنديد والتأييد ولا شيء بل بالعكس إذن هي لن تضر إيران ولن تنفع السعودية والخليج بل ولا شيء نعم تنفع بشغلي واحد هي صرفت الناس عن القدس صرفت الناس عن الحقيقة المرة أن الجميع يسرع لاسترداء الصهاينة والسرداء الأمريكا طبعا أنا حينما أتحدث عن مؤتمرات القدس مؤتمرات مكة لأنه في مؤتمرات بمكة لكن لا يعني هذا أن الطرف الآخر إيران هي بريئة إيران مثلا أعلنت تعالوا لنتفاهم أنا أسأل إيران لما لم ترفع صوتك هكذا قبل عشرين سنة قبل خمسة وعشرين سنة لما لا تكون السياسة بتلاحظ مثلا السياسة التركية في فارق كبير ما بين سياسة إيران والسعودية وهل العالم وما بين سياسة تركية سياسة تركية تسعى جاهدة أنها تحاول أن ترمم الجسور مع كل الآخرين في العالم الإسلامي تبني علاقات سياسية علاقات اقتصادية علاقات ثقافية تحاول أن تعطي الوجه الأبيض تحاول أن تفتح صدرها لعلاقات أجمل وأحسن حتى تجرأ بعضهم أن يحول القنصلية في اسطنبول إلى مصلخ يعني لين والأداء المتقرب من الآخرين أوصل البعض أن يحول القنصلية إلى مصلخ في تركيا ويجاب مناشير وقطع ووصل لما أنا أسأل لما الآخرون لا يلتزمون لا يتعلمون افتح صدرك لما إيران لا تفتح صدرها للعلاقات الحميدة الحقيقية مع دول المنطقة تمارس سياسة بالحد الأدنى ممكن أن يقول قائل من السلطة في إيران يا أخي لا يستجيبون أنا أعرف أنهم لن يستجيبوا بس أنتم بالحد الأدنى أقنعوا المواطن أنكم مش أعداء للمواطن أنه نحن من حاول نصلح لكن الطرف الآخر هو مصر أيها المواطن بمكة أيها المواطن بالمدينة أيها المواطن بالرياض أيها المواطن بالدمام بالكويت بالمنامة بأبي ظبي نحن مش أعداءك عم نحاول بكل وسائلنا نصلح العلاقات لكن الطرف الآخر هو مشكلة حتى يصير فيه جو اليوم أغلب العالم الإسلامي أغلب العالم الإسلامي ليس لديه إشكالات على السياسة التركية في العالم الإسلامي ما عنده إشكالات سياسة التركية في العالم الإسلامي سياسة منضبطة سياسة تحاول أن ترمم ولا تهدم طيب السعودية لما لا تمارس هذه السياسة إيران لماذا لا تمارس هذه السياسة من هنا هؤلاء جميعا شركاء شركاء في الرذيلة شركاء في تسليم الأمة للأعداء شركاء في تسليم الأمة للأعداء لا ننسى ما يجري في إدلب اليوم من دمار وقتل لما هذا الدمار والقتل لما هذه الحرب في إدلب لما لا نتوقف عن سفك دم الشعب السوري ونحاول أن نفتش عن حل مشكلته وعلاج أزمته والخروج من هذا البلاء وإعادة هذا الشعب للحياة لما مصرون على الدمار والدمار والخراب والقتل في سوريا وإنتوا عم تجتمعوا نحن بنعرف بأنه بإدلب المونة الجزء من المونة لتركيا وبسوريا يدعي الإيرانيون عندهم مونة والروس عندهم مونة طيب ليش ما بيصير في تفاهم على حل بسوريا لا مش مهم الشعب شو بيصير فيه المهم أنا اتسلط عليك اتسلط على الناس هاي حقائق مرة مرة وقاسية اخيرا نحن نعول على وعي الناس على فهمها لأن الذي يضع حد لكل هذا الهبل لكل هذا الجنون لكل هذه الخيانة لكل هذا الفساد لكل هذا الدمار لكل هذا العهر والفجور من حكام المنطقة هو الشعب الناس يدركوا ويفكروا بالوسائل التي يضع حدا لهذا وباك هذه الحقيقة يجب ان لا تغيب عن ذهن اي انسان اخيرا اقر المجلس الوزارة اللبناني ميزانية 2019 غاب عنها كل اللصوص وغاب عنها المال المنهوب وغاب عنها الدراسات السليمة للاصلاح الاقتصادي حضر فيها فقط شيء شيء واحد نهب مال الفقراء الجندي كيف نسلبه بعضا من راتبه الموظف في الدائرة العامة كيف نسلبه بعضا من راتبه التقاع والمتقاعدين كيف بدنا نحتال عليهم ونأخذ لهم أموالهم و إلى النهاية فقط اللص اللي نهب البلد ولحظة أمواله بأوروبا هاي مو أموال أموال عام في سحق كرامة الإنسان في لبنان إذا في بشر في لبنان ليرفعوا صوتهم في وجه هؤلاء الفسد الفجر الكذبة واللصوص الماكرين أمواله في قرارات الحال أنا أقول للشعب اللبناني إذا ما بتتحرك تستهل صحتين وعافية عليك إن شاء الله تبتلى بأعظم من هؤلاء طالما أنك أمعة ساكت قم دافع عن نفسك نسأل الله لنا ولكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته